صدمة صدمة ثقيلة الحقيقة يعني نشوفها ونقراها ونطلقاها جميعا وإحنا مزهولين مخضوضين حقيقة أنا بكلمكم بجد توكيلات مزورة توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وتم ضبط التوكيلات طيب أنا الحقيقة قاعد أفكر إزاي إزاي يجي على البال أنه نزور توكيلات علشان نخش انتخابات رئاسة الجمهورية يعني عايزين نعبر لرئاسة الجمهورية عبر التزوير عبر التوكيلات المزورة ينهر اسكت أم الله إزا كانت البداية كده يعني إزا كانت دي المقدمات فما هي النتائج والخواتيم مقدمات سليمة تقود إلى نتائج سليمة مقدمات غير سليمة معيوبة خاطئة مزورة تقود دائما إلى خواتيم ونتائج طيب يجي سؤال بالمناسبة خلي بالك أنه حملة هذا المرشح المحتمل هم اعترفوا أن فيه توكيلات مزورة هم قالوا أيوة إحنا بس عايزين بقى نوقف التوكيلات المزورة فأصبح فيه عندي اعتراف واضح بأنه آه ده فيه توكيلات مزورة طبعا هنا أنه مدير الحملة بالخارج أصلا قدم استقالته ومش بس على خلفية التوكيلات المزورة ولكن على خلفية أنه فوجئ بأن هذا المرشح المحتمل يعني واضح جدا أنه هناك انتماءات سياسية مفهومة واضحة جدا من خلال صورة أسرته يعني انتماءات سياسية وطائفية وحاجة الحقيقة مخيفة تخط ده أنا واحد من ناس عمري ما كنت أعرف كده يعني من ساعة ما ظهر هذا المرشح المحتمل أمامنا يعني حتى في حياتنا لو صح التعبير حياتنا السياسية أو ما هو أقرب إلى ذلك من حوالي تقريبا 11-12 سنة قبلها لم نكن نعرف عنه أي شيء على الإطلاق دخل إلى العمل السياسي من بوابة الإدعاء أنه ناصريا هكذا يقول هكذا يدعي هكذا يحب أن يقدم نفسه فنجد أنه الحكاية أبعد ما يكون حتى عن الناصرية أبعد ما يكون انتماء ديني وطائفي شديد الوضوح أدى إلى استقالة عبداللطيف المهلمي وقال كده طيب تعالي ناخد الموضوع إلى القانون وعايز أوريك بالمناسبة النموذج بتاع التوكيل المزور علشان حضرتك كمواطن من حقك أنك أنت تشوف تفضل عارف أنت يقولك ضبطة بالجرم المشهود عارف أنت الجماعة لما الإنجليز يقولك كوت باي راد هندد ضبطة بجرم المشهود دي صورة التوكيل المزور اللي موجود مع هذه الحملة الله إيه اللي في البال يعني إيه اللي متصور أنه ما كانتش هتضبط ولا إنه كانت هتخش تعد في الزحمة ولا لا 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 لا